تعالوا نعمل مع بعض خبزة تورتية زي مجاني الاف الاسئلات بص التورتية تطبقها صفت جميلة لو عملتها بالخطوات دي بالزبط بالمقدير هتطلع معاك تحفة زي ما انت شاوي سندوتشات ولو عايزين اعمل لكم منها اكلات اكتب لنا في التعليقات وعمل لكم منها اكلات نقول بسم الله الموضوع بسيط جدا اتنين ونص كوباة دقيقة هنحط عليهم معلقة شاي ملح ومعلقة شاي بيكنج بودر وبعد كده نقلبهم يبقى اتنين ونص كوب دقيقة تلتمية ستة واربعين جرام معلقة شاي ملح ستة جرام معلقة شاي بيكنج بودر خمسة جرام وثلاث معالق زبدة او سمنة تلاتة وتلاتين جرام بس هما للاصلي بيعملوا بلارد لارد اللي هو دهن الخنزية بس طبعا احنا مسلمين نقدر نعمله بزبدة او سمنة او زيت تلاتة وتلاتين جرام طبعا كل ما يكون نوع الزبدة او السمنة حلو بيدي طعم ونكهة جميلة للخبز بعد كده نحط تلات تربع كوباية قصدي ماء دافي مش سخن لان كل الناس بتعملوا بمية بتغلي ماء دافي يبقى دافي مش سخن بيغلي وزي من شايفين افضل اعجن فيه بالزبط خمس دقايق تتحول للعجينة زي من شايفين طبعا انا اصرعت الفيديو عشان ما ضيعش وقتكم بعد كده هغطيها واسبها تريح على الاقل ربع ساعة نقول المقدير تاني اتنين ونص كوباية دي يعني تلتمية ستة اربعين جرام معلقة شاي ملحة ستة جرام معلقة شاي بيكنج باودر خمسة جرام تلاتة معالق زبدة او سمنة تلاتة وتلاتين جرام تلاتة اربع كوب ماء دافي مهم جدا وكان معايا شيف مكسيكي اللي هو بلدهم كان بيزود نفس المقدير دي كان بيحط عليها معلقتين شضراء او معلقتين نش عادي يعني نفس المقدير دي تقدر تزود معلقتين نشا بيدي تبقى العجينة فتحة شوية خلاص كده دي طريقة اللي احنا بنبديمش فيها بكل عالم بس واحد مكسيكي عجبني كان بيضيف زي ما انشافيه طبعا نقدر انا هعملها تلاتين جرام لان انا عاوزها تورتيها صغيرة تقدر تعملها بدون ميزان تقدر تعملها كبيرة صغيرة اللي انت عاوزه انا افضل تلاتين جرام صغيرة ديت هتدي زي ما انت شفت هاول فيديو حجم كويس اقدر اعمل من سندنشية اقدر اوزه على حبيبي بص كوبايتين ونص عملوا كمية ديت حوالي اتنين وعشرين واحدة طبعا دي جميلة تكفي اسرة كبيرة بسيبها عشر دقايق تريح يبقى انا عجنتها سبتها عشرين دقايق وكورتها وسبتها عشر دقايق وبعد كده زي ما انت شايفين هبطتها تمام واسيبها حوالي عشر دقايق تاني كل ملعجين يريح بعد عشر دقايق بقى ابدأ اريح فيها افضل افردها بالنشابة او المردنة او بالرول حسب ما انتم بتقولوا المهمة خلي الارتفاع بتاعها اتنين ميلي وهوريكو حاجة واحنا بنخبزها هتشوفوا الفرق طبعا انا بحط ورقة تقدر تحط ورقة بين كل طبقة وطبقة انا حطيت بلاستيك تقدر تحط قماش اللي عجبك طبعا اخلص الكمية كلها وبعد كده لازم اغطيها عشان العجين ماينشافش وعفروا من اشيل منه اي طبعا انت لو حطت كمية دقايق كويسة مش محتاج تشيل الدي اللي عليه لكن لو في دقايق زيادة تقدر زي ما انت شايف بين الشابة او بايدك تطير اهم حاجة اتنين ميلي اللي ارتفاع او ميلي ونص لازم تكون الطاصة سخنة قوي دي اهم حاجة الطاصة تبقى سخنة قوي بعد كده بابدأ احط تلاتين ثانية اعمل ستوب واتش تلاتين ثانية على كل جنب يعني انا بشتغل على ستوب واتش تلاتين ثانية الجنب ده تلاتين ثانية الجنب ده وكده خلاص زي ما انت شايفين اول ما بتعمل البابلز بتاعها كده بسيبها تلاتين ثانية وكده التورتية بتاعتي جاهزة طبعا تقدر تعمل منها حشوات كتيرة اكتبولنا في التعليقات لو عاوزين اعمل لكم منها اكلات بعمل منها اكلات وسنتشات تحفة وجميلة جدا جدا بس اه دي كده خلصت بحطها زي ما ان شايفين واغطيها على طوله ماشي بحط الخبز على بعده وكل مرة باغطيها اللحظ ايه بقى كل ما انا سيب العجينة تريح كل ما تنفش اكتر يعني انا بعد ما افردها لو سبتها ربع ساعة اتطلع احسن واجمل واجمع كل ما تريح العجين كل ما يديلك فايدة احسن ورقاقة احسن بس ببدل اعمل الكمية دي كلها زي ما قلت عملت اتنين وعشرين واحدة ودي تكفي اسرة كبيرة تقدر بص دي بقى دي اللي اخر واحدة بص عملت ازاي عشان العجينة ريحت قوي تعمل معاك زي العش الشامي بالزبط يبقى كل ما تريح العجينة تقول كل ما تديله جودة وطعم احسن اتمنى يكون عجبك الفيديو لو عجبك الفيديو ادعي لامي وابي برحمة من قلبك اتمنى تشترك في القناة اكتبولنا يا شباب كومنتات ايه اللي عاوزينه عشان نقدر نفيدكو اشتركوا في القناة